تشهد مصر انخفاضا في درجات الحرارة وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن انخفاض درجات الحرارة سيستمر حتى نهاية الأسبوع وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مرسلة التلفزيون المصري سالي سالم تحياتي لكم مشاهدين الكرام من الهيئة العامة للأرصاد الجوية نتابع آخر مستجدات حالة التقص مع استمرار انخفاض درجات الحرارة منذ بداية هذا الأسبوع وحتى نهايته ولمعرفة متى تنكسر هذه الموجة يكون معي في هذه الفقرة دكتورة منار غانم وهي عضو المركز الإعلامي بالهيئة أنا برحب بسياتك في البداية على شاشة التلفزيون المصري يعني متى تنكسر هذه الموجة في ظل تحذيرات من قبل الهيئة بعدم تخفيف الملابس مع بداية هذه الأيام من فصل الربيع أهلا بحضرتك وأهلا بكل أستاذة المشاهدين نحن بالفعل نشهد انخفاض في درجات الحرارة ملحوظة كان احنا أقل من المعدلات الطبيعية لها بحوالي 7-8 درجات لطبع انخفاضات درجات الحرارة بدأت معنا من بداية هذا الأسبوع ومستمرة معنا إلى الجمعة القادمة نهايات هذا الأسبوع الطقس بيكون خلال فترة النهار بارد خلال فترات الليل بيكون شديد البرودة يمكن كمان بنشعر بيقارس البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بالإضافة ان احنا كمان غدا هنشهد نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية سرعات الرياح هتكون ما بين ال40 وال50 كم في الساعة فده طبعا هيزود احساسها أكتر من خفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس دايما نشاط الرياح بيخلين نحس بقيم درجات حرارة قال لي كمان انه احنا دايما بنقولها بالإضافة إلى كمان ان احنا بنتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد معها طبعا فرص لسقوط الأمطار كميات الأمطار بتبقى متوسطة على سواحنة الشمالية كل المناطق المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري كل ما تقدمنا للداخل كل ما فرص وكميات الأمطار كانت أقل يعني احنا معرضين لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى محافظات جنوب الوجه البحري مدن القناة الموجه دي والأمطار دي هتستمر معانا لنهاية هذا الإسبوع إن شاء الله واعتبارا من يوم السبت القادم هتبدأ درجات الحرارة ترتفع تدريجيا بحوالي من درجتين لثلاث درجات يعني احنا متوقع السبت القادم العظمى على القاهرة الكبرى عشرين درجة مقوية ومع تقدم الأيام هتبدأ ترتفع كمان وتوصل لثلاثة وعشرين درجة مقوية نرجع تاني الأجواء الرابعية الدفئة خلال فترة النهار التحذير هيكون فقط من فترات الليل لأن فترات الليل هتظل الكتل الهوائية شديدة البرودة فدائما التحذير من تخفيف الملابس أو تغيير نوعية الملابس في الفترة دي إلى أن تستقر درجات الحرارة نحو الارتفاع بإذن الله شكرك شكرا جزيلا شكرا لك يعني مشاهدينا الكرام لذا ننصحكم بعدم تخفيف الملابس في الأيام المقبلة لتجنب حدوث أي مشاكل لكم والعودة إليكم مرة أخرى في الأستوديو